الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده المجتبل مصطفى الآمين سيدنا محمد وعلى آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم النبي والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده فإننا في القصص الحق نتأمل ما قص الله تبارك وتعالى علينا في القصة الأولى من سورة البقرة متعلقة بشان الخلافة في هذه الأرض وقضيتنا الكبرى التي خلقنا من أجلها ولقد قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وفيه بيان تولي الحق سبحانه وتعالى للتعليم وتلك حقيقة أن العلم له وأن ما سواه لا يعلم شيئا إلا بمقدار ما علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فكل علم وهو إدراك المعلوم على وجهه الصحيح مندرج لكل من علم بذلك في أنه كانت لديه مواهب ومقدمات توصل بها إلى هذه المعلومة وتلك المواهب والمقدمات متركبة أيضا في وعيها وفهمها وتوصلها إلى هذه المعلومة على اتصال بعلم سابق ماخوذ فإذا تسلسل الأمر عاد إلى أول معلم وهو الله جل جلاله وبذلك يدرك المتأمل العاقل رجوع كل شيء إلى الله لأن شؤون الحياة مهما ظهر فيها سواء في جانب العلم أو جوانب الذوات أو جوانب الصفات إذا تتبعت ترابط سلسلاتها أدتك إلى البداية والبداية أن الوجود كان عدما فأوجده الموجد المكون جل جلاله ولك في كل منحا طريق تتوصل بها إلى هذه الحقيقة وعلم آدم الأسماء كلها وفيه أن من التعليم ما يجعله الله من إلهامه مباشرة ومنها ما يجعله على يد معلم ومما جعل على يد المعلم أن سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما أراد أن يفقه ويعلم من العلم الذي خصص الله به عبده خضر قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وقال يا ربي أين يوجد عبدك هذا خضر أي ليتلقى منه وهناك علم موهوب من الله مباشرة من دون واسطة تلقى هذا العلم فيتلقى عنها فمنهما علم آدم من الأسماء ولم يكن بواسطة ملك ولا غيره وعلم آدم الأسماء كلها وفي هذا أنه بقدرته وعظمته ألهم آدم علما به عرف الأسماء وتعليم الأسماء قد ينطلق إلى مجرد اللفظ الذي يدل على المسمى وقد يراد منه حقيقة الشيء وحكمته وما تعلق به وذلك أن اصطلاح الإسم والفعل والحرف وجد في اللغة وحصر الإسم فيه بوضع اللغة على ما كان لفظاً دالاً على مسمى على اللفظ الدالي فقط ولكن الذي يتناول الإسم في الأصل حقيقة المسمى وحكمته وأسراره وهذا المعنى الواسع هو اللائق بالآيات فإنه ليس الفخر بمجرد معرفة ألفاظ الأسماء ولكن معرفة ما فيها وسرها وحكمتها وكيفية التعامل معها وعلم آدم الأسماء كلها وفي هذا إشارة إلى أنه آتاه من العلم ما به يعلم الأصول في الأسماء وما يتفرع عن ذلك ولو متلقاً عنه من دراريه فلا يحصل شيء في الوجود إلا وابتكر الهسم من آثار الموروث عن آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام سمي آدم بأنه خلق من أديم الأرض وقيل إذن لونه كان آدم أي أسمر وعلم آدم الأسماء كلها جل جلاله وأعظم به من معلم قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة عرض المسميات وَلَمَّا كَانَ الأسماء الأسماء تتناول العاقل وغير العاقل غلب جانب العاقل كوهما هو المعروف في اللغة فقال عرضهم ولم يقل عرضها ثم عرضهم أهل هذه الأسماء وفيهم أسماء الملائكة وأسماء الآدميين وأسماء الجن وفي أسماء النباتات والحيوانات والجمادات لكنه غلب جانب ما يعقل كما هي مسالك العربي في لغتهم إذا عبروا عما يعقل وما لا يعقل غلبوا في الضمير جانبا ما يعقل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة عليهم سلام الله تبارك وتعالى فقال جل جلاله أنبئوني أي أخبروني بأسماء هؤلاء وهذا الاستنباء والاستخبار جاء لا للتكليف ولكن للتبكيت فإنه سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون فأراد أن يوضح لهم الحقيقة جليا في أن كل معلم من خلقه مهما علم فوراء ما علم ما لم يعلم وفوق كل ذي علم عليم أنبئوني بأسماء هؤلاء لو كان ظنكم كله بأنكم أعلموا من سواكم من حيث خلقتكم أولا واصطفيتكم وعلمتكم ما علمتكم وأنهم لا يعلموا غيركم من مخلوقات فوق ما تعلمون فأنبئوني بأسماء هؤلاء أي هذا مظهر من مظاهر غياب علمكم عن أشياء معلومة لسواكم من الكائنات والمخلوقات كم يحتوي هذا الحوار الرباني مع الملائكة من تعليمات لنا وتنبيهات لعقولنا كما أسلفنا في شان هذا العلم أن الله يبغض الإغترار أن يغتر عالم بعلمه أو عامل بعمله أو مفكر بفكره أو مكتسب بكسبه أو صاحبه سبق في جانب أو أمر بسبقه ول تقوم حقائق التوحيد للملك الواحد المجيد جل جلاله أن الأمر له والعلم له والقوة له والقدرة له سبحانه وتعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء فإذن ليس في هذا الاستنباء تكليف بما لا يطاق وإنما كان الاستنباء تكبكيت بل وتعليم وتديب وترقية وتفهيم من الله بهذا صنف المصطفى من خلقه وهم الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين قد أسلفنا من معاني ذلك إن كنتم صادقين أي تعلمون صدقكم لا تجازفون في أن هذا اسمه هذا إن كنتم صادقين أو إن كنتم صادقين في ظنكم أنه لا يوجد أعلم منكم أو إن كنتم صادقين فيما كانتم أيضا بالقياس ظننتم أن من أخلق ليكون خليفة في الأرض سيصير كمثل خلق قبله كانوا على ظهر الأرض وهم الجان ففسقوا وفسدوا وسفقوا فيقول الله وهنا علم وراء علمكم هذا ولا يصدق ما ظننتم بهذا القياس أو أنه ما رجمتم به من الغيب أو ضربتم به من الغيب فيما تتوقعون عن من يكون خليفة إن كنتم صادقين في ذلك فأنبئوني بأسماء هؤلاء فإن عجزتم عن مثلي هذا فاعلموا أن حكمتي البالغة تقتضي كما لا حسن تدبيري وأن لا يعترض علي معترض فيما أردت ورتبت يقول سبحانه وتعالى فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فهنا تعليم الله آدم الأسماء وهنا رفع شان العلم وشاوه مع تأديب أن لا يطغى العالم بعلمه وأن لا يظن مطلق فضله على من هو دونه في علم من العلوم وبذلك نعلم أن أشرف العلوم ما كان علما بالله وأسمائه سبحانه وصفاته وقد علم الله تبارك وتعالى آدم من أسمائه هو جل جلاله ما علمه سبحانه وتعالى وفي تعليم الله من شاء من أسمائه ما شاء جاءنا الدعاء النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك إذن فلا تنحصر الأسماء لا في تسعة وتسعين ولا في ألف اسم ولا في أكثر من ذلك منها ما علمه من علمه من الملائكة أو النبيين وسواهم أو علمته أحدا من خلقك ومنها ما استاثر به في علمه فلا يعلمه سواه أو استاثرت به في علم الغيب عندك وبهذا نعلم أنه معرفة إذا كان معرفة الأشياء مزية وميزة تميز به أبونا آدم فكيف بالمعرفة المتصلة بجناب الحق جل وعلا فمعرفة أسماء الله إذا كان معرفة أسماء الكائنات بها شرف وفضل من حيث أنها تؤدي إلى إدراك جلال الله وعظمة من خلال الكائنات هذه فكيف بسم الله بنفسه أسماء الحق جل جلاله وصفات الحق سبحانه وتعالى فبها الشرف الأفغر أيها المؤمنون فلتحرسوا على نصيبكم من هذا العلم الأسماء وهو العلم بأسماء الله وصفاته وعظمته جل جلاله وكبريائه وشؤون ألوهيته وربوبيته بما جعل الله الطاقة للمخلوقين فيها أن يعلموا من شان هذا العلم وعلم آدم الأسماء كلها وجاء في روايات عدد من أهل السنة في رواية الديلمي وفي رواية بن عساكر وغيرهما أن الله تعالى إذن علم آدم ألف حرفة وقال قل لولدك وذريتك إن لم يصبروا عن طلب الدنيا فليطلبوها بهذه الحرف ولا يطلبوها بالدين فإن الدين لي وحدي خالصا فَمَنْ فَوَيْلٌ لِمَنْ طَلَبَ الْدُّنِيَا بِالدِّينِ فَوَيْلٌ لِمَنْ طَلَبَ الْدُّنِيَا بِالدِّينِ وَيْلٌ لِهِ علمه الحرفة والمهن وقال قل لي ولدك وذريتك إن لم يصبروا عن طلب الدنيا فليطلبوها بهذه الحرف ولا يطلبو الدنيا بالدين فإن الدين لي وحدي خالصا فَوَيْلٌ لِمَنْ طَلَبَ الْدُّنِيَا بِالدِّينِ وَيْلٌ لِهِ وفي هذا ما يجب على أهل هذه الملة من إنزال الدين منزلته وإنزال علم الشريعة منزلته حتى لا يكون عرضة للأغراض والمطامع والمصالح في الدنيا ولا يستغل ويستثمر لكسب شيء من جاهاتها أو وجاهاتها أو سلطاتها أو أموالها أو زخارفها أو سمعتها وما إلى ذلك فقد احتقر الدين من جعله وسيلة لحقير ومن جعله وسيلة لفاني ومن جعله وسيلة لزائل فلننزل الأشياء منزلتها ولنحذر من جعل الدين سبباً لنيل الحطام الفاني فذلك أجل وأكبر فليعرف طلاب المال وطلاب السلطات وأهل السياسات وطلاب الوجاهات أنهم إن طلبوا شيئاً من ذلك فبما أباح الله على الوجه الذي أباح من وجهه ولا يجعل الدين عرضة لأن يكون سخرية ووسيلة للوسول إلى هذه الأغراض أو إلى هذه المطامع وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين جعلنا الله من الصادقين المقبلين عليه بالكليات الموفقين لما يحب والحمد لله رب العالم